أيها الحبيب المحب إن الهجرة فيها دروس كثيرة من جملتها تضحية الصحابة الكرام من أن يخرجوا من موطن ولادتهم والبلد التي أحبوها ونشأوا وترعرعوا فيها إلى بلد أخرى هذا إن دل على شيء فإنما يدل على ائتمارهم بأمر الله عز وجل وأمر رسولهم صلى الله عليه وسلم فهذا فيه الاستسلام لله بالتوحيد والإمخياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والتبرء من أهله الهجرة من دروسها الأغذ بالأسباب والاعتماد على الله عز وجل منها أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يجهز راحلتين وقد اختبأ في غار ثور صلوات ربي وسلامه عليه وارضوان الله على أبي بك فهذا يعد أخذ بالأسباب ولما أتوا بخريت يعلموا الطريق ليدلهم عليه هذا أيضا فيه أخذ بالأسباب فهناك توكل وهناك تواكل المطلوب التوكل وهو الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله عز وجل أما التواكل مرفوض وهو نقران السبب فنقران السبب قطح في الشريعة والاعتماد على السبب شرك والتوحيد أن تأخذ بالأسباب ولا تعتمد إلا على الله فالله جل وعلا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير المحمد اشتركوا في القناة